اشتركوا في القناة التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات والانتقال إلى التدخلات التنموية المستدامة واطلع رئيس الوزراء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد بتخصيص 45% من تموله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية القادمة حذر وزير الأعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني من مغبة اقدم ميليشي الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تفجير الأوضاع عسكريا في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد واستحداثات في جبهتين مأرب وشبوى وأوضح معمر الإيرياني أن هذا التصعيد الخطير ينذر به نصف جهود التهدئة وإحلال السلام في بلادنا وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب ومفاقمة الوضع الإنساني والمعايشي المترد الذي يعيشه اليمنيون جراء سنوات الحرب والانقلاب ناقج اجتماعا برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس إجراءات التنظيم وترتيب الحملة الرسمية والشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتطرق الاجتماع الذي ضم عددا من القيادات بالحكومة والسلطة المحلية والقطاع الخاص آليات جمع المساعدات وتسييرها إلى جمهورية مصر ومن ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح استشهد 15 فلسطينيين في غارات جوية استهدفت عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والمناطق المتاخمة للمناطق الشرقية للقطاع وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية من جانبه حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لافتة أن الدفاع المدني فقد 80% من معداته بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي أعلن مشروع نزع لغام مسام نزع 758 لغما أرضيا وذخيرة غير متفجرة خلال الأسبوع الفائت وأضاف أن الفرق الميداني أزالت الأسبوع الماضي 758 لغما أرضيا وذلك غير متفجرة وعبوات ناسفة منها 600 ذخيرة للدبابات و22 أخرى مضادا للأفراد و21 عبوة ناسفة غير متفجرة وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 269487 مترا مربع من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي انتهى الموجز إلى اللقاء